وهذا اللي بدي أوجهه رسالة لأخوي في رأس القدومي يشهد الله أنا لا أعرف الشخص بصورة شخصية ولم ألتقيه من قبل كل ما هنالك إنه بشوفه بحلل أحياناً بيكتب أحياناً ضيف في بعض البرامج أحياناً يجتهد في أحيان أخرى قبل ما أطلع اللايف بثلاث أربع دقائق كتب بوست ما أعجبنيش بصراحة مش إنه فيه إشي لا سمح الله مش كويس لكن في رأس الحياة هي عبارة عن سعي مستمر يعني إذا أنت من بداية المشوار بدك تيأس نحن شو نحكي اللي صارنا 15-16 سنة في هذه المهنة ولسه منحاول في كل موسم وفي كل يوم وفي كل لحظة بأنه نقدم شيء جديد يرضينا ويرضي المتابعين ففراس لا تيأس ما هي إلا البدايات والبدايات صعبة عادة وحاول وأنك ما تقيمش نفسك في البدايات زي ما نحكي عن دوريات كرة القدم بأن البدايات لا تقيم عادة وأنت بحاجة إلى الصبر وبحاجة إلى إعطاء الفرص أي مهنة في العالم بحاجة إلى بدايات بعض الشركات تعطي عقد عمل ملزم بثلاثة أشهر تجربة أولى وبعضها تعطي عقد ملزم بستة أشهر تجربة أولى لحتى أنا كموظف وهم كشركة نجرب بعض يمكن أنا ممتاز بس ما بحبهمش والعكس يمكن هم ممتازين بس ما بحبونيش فبالتالي البدايات لا تقيم أخوي في رأس القدمي لسه يعني أنت في مقتبل العمر وفي بداية الطريق ولسه أمامك شيء يجب أن تحققه يمكن يكون عندك شيء مميز في المستقبل يمكن من خلال خبرات المتراكمة يصير عندك شيء كويس وأنك تقدمه فمثل هذه المنشورات لا داعي لها إذا هذا الفيل تبعك وهذا مجالك يجب أن تستمر ويجب أن تراهن على نفسك قبل أن تراهن على الآخرين نحن اليوم فاتحين لايف الله أعلم في 120 130 140 150 واحد وحيانا بيكون فيه 78 واحد لكن أنا لا أعتبر هذا تقييم في فيديوهات بتفتح حشك بالشك بتجيب ألف وألف خمسمائة مشاهدة هذا يعني أنه أحسن من الشيء اللي أنت بتقدمه لا طبعا فلكل مجتهد النصيب في رأسه حاول قدر الإمكان وأنك تطور من نفسك لحتى توصل للمرحلة اللي أنت ترضى فيها عن نفسك وعن ما تقدمه للآخرين شكرا